أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا نتحدث في هذه المحطة عن الأطفال المعنفين والاعتداء على الأطفال بمختلف أشكاله سواء جسديا ولفضيا ونفسيا واستغلالهم أيضا في الحروب والصراعات أكيد هذا من أسوأ الاعتداءات على الإطلاق نتحدث في هذه المحطة عن كيفية التعامل مع الطفل المعنف وكيف يمكن تفادي الأثار المترتبة على تعرضه للعنف مع ضعيفتنا من داخل للستوديو سيدة سوزان أبو لبن الأخصائية النفسية أهلا وسهلا بك صباح الخير أهلا وسهلا بكم صباح الخيرات لا أعلم أن أتيت على عوجانا يعطيك ألف عافية أهلا وسهلا بك نتحدث عن موضوع الحقيقة أنه مؤلم عندما يتعرض الأطفال للعنف يمكن كلنا حتى حكينا شوي تحت الهوى عن القصة الأكثر إيلامة التي صدمت المجتمع الفلسطيني بوفاة طفل أيام قزمار الأسبوع الماضي على يد زوجة أبيه نتيجة زوجة أبيه طبعا وأبيها أيضا نتيجة تعرضه للتعذيب الحقيقة خلينا نشوف بداية ما أسباب هذا العنف على الأطفال وأشكاله كماذا كانت بداية أول إشي خلينا نحكي عن أنواع العنف في نوعين للعنف في العنف الداخلي طبعا من قبل الإسرة وفي العنف الخارجي اللي هي من قبل المدرسة أو البيئة أو الحارة اللي موجود فيها الطفل طبعا هو إشي مؤلم أنه الطفل يتعرض للعنف من قبل عائلة أو من خارج العائلة لأنه هو بعتبر أنه اعتداء اعتداء على حقوق الطفل وإلى أطار نفسية كتير كبيرة خلينا أركز كمان أنه عنا عدة أشكال للعنف في عنا العنف الجسدي في عنا العنف اللفظي في عنا العنف العاطفي أو الحرمان العاطفي في عنا كمان أشكال العنف اللي بتعرض إله الطفل الحرمان المادي وطبعا في عنا الاستغلال أو الاعتداء أو العنف الجنسي وهذا طبعاً من أصعب نوع من الاعتداءات الجنسية التي تعرض إلها الطفل نعم لكن ما هي الأعراض اللي ممكن تظهر على الأطفال المعنمين كيف إحنا ممكن نلاحظ مثلاً إذا كان طفل يتعرض للعنف في المنزل كيف ممكن في المدرسة يتم كشف هذه الأعراض أو كشف هذا الموضوع بالضبط هذا إذا أنا بدي أربطه للطفل أيهم اللي تعرض للعنف وأكيد كان تاريخياً منذ الولادة لوصل لعمر ست سنوات ولا توقف طبعاً كان يتعرض للعنف بأبشع الطرق من قبل زوجة الأب والأب كمان من قبل الأب طبعاً فيه ظاهر يعني فيه أعراض بتوضح يعني إذا الطفل بتعرض لحروقات فيه كدمات بتبين على وجهها خلينا نحكي من ناحية ظاهرية إنه من ناحية جسدية بتبين إنه إذا الطفل بتعرض للعنف بيكون واضح فيه آثار على وجه أو الجسم أو الإيدين وسهل الواحد يلاحظها عشان هيك أنا بحكي وين مسؤولية المدرسة كأنا معلم حتى لو ما فيه مرشدة داخل المدارس ممكن معلم يلاحظ إنه كثير سهل إنه نسأل سؤال بسيط للطفل مال وجهك هيك فيه كدمات على إيديك فكتير مهم هون يعني أثى يؤدي إلى الواقفة وهذا اللي صار مع الطفل نتيجة العنف للأسف خسرنا الطفل لكن كمان أخوه إلياس اللي هو كمان أكبر منه يعني عمره تسع سنوات كان يتعرض لهذا العنف والتعذيب والحرمان من الأكل والحبس والربط والحرمان من الذهب يعني للمدرسة أو حتى القضاء حاشته وبالتالي يعني أديش كمان أثار النفسية المترتبة اللي ممكن تعيش مع إلياس خاصة بفقدانه لأخوه نتيجة التعذيب طبعا أكيد هو بحاجة لتأهيل ومتابعة من قبل أخصائيين نفسيين عشان هيك أنا بحكي لو لها دول أطفال مش عمالهم بروحوا أو كانوا ما بروح للمدرسة أنا بفكر وين مسئولية ما بعرف في مراكز للشؤون الاجتماعية اللي بتهتم بالأطفال ممكن في تساؤلات إنه بهاي العالة وين في الأطفال لأنه محقهم من حقوق التفال إنه يتعلم مش عماله بروح للمدرسة هاي الشغلة وين مسئولية الجيران وين مسئولية المقربين من العائلة أكيد يعني زي ما حكيت إنه الطفل بتعرض للعنف وخاصة العنف الشديد بيكون ظاهر ظاهر على جسده كمان من الآثار الأطفال اللي بتعرض للعنف طبعا فيه آثار نفسية يعني كتير سهل نتعرف على الطفال إنه بتعرض بنتعرض لإنتهاكات مختلفة إنه ممكن يكون إنعزالي في المدرسة ممكن يكون عنده الخجل الزائد إنه إحنا كمرشدين أخصائيين وندخل على المدارس بقدر من السهل بحسب خبرتي وكمان المعلم حسب خبرته بكون واضح للطفل اللي بتعرض لأي نوع من الانتهاكات مثلا ممكن نسأل الطفل شو اسمك إذا إذا تردد الطفل وطول يعطي الإجابة فواضح إنه الطفل بتعرض مش شرط له ضرب جسدي ممكن لا حرمان أو تعليق كما ذاكت إنه عند لفظي أو ما إليه دور ما إليه مكان في البيت فبكون واضح إلا ثقته بنفسه كمان إذا نحكي على الآثار النفسية إلا تثقه بنفسه يعني أي إنجاز بنجزه ما بحس إنه إليه إيمة أو عنده صعوبة في إنجاز أي مهمة داخل مدرسة أو مشاركته بأنشطة أو فعاليات كمان هو برفض أو باخد دور رفض وممكن يكون بزاوية موجود كمان من الآثار النفسية إنه بيكون عنيف على الطفل العنيف بالضبط كمان إحنا كمان سهل إنه وكمان بقول إنه اللي حوالينا بقدر يس إنه يكتشف إنه طفل بتعرض لإنتهاكات إنه بكون عنيف الطفل إذا بتعرض للعنف بكون في عنده عنف اتجاه نفسه واتجاه المجتمع يعني ممكن يخرب ممتلكات المدرسة ممكن يخرب أي ممتلكات ممكن يكون ماشي شايف سيارة بده يكسرها بده يجرحها ممكن عنف موجه خارجي يعني واضح بكون واضح صحي كمان قدش سيدة سوزان لما بنحكي عن هاي المسئولية كما ذكرتي يعني هي مسئولية مثلا من المدرسة إنه نلاحظ هاي الأثار أو هاي الأعراض على الطفل المعنف لكن هي كمان ممكن تكون بالعكس بمعنى إنه كمان في المدرسة إذا بيكون في تعنيف للأطفال أو ضربهم من قبل الأساتذة أو المعلمات إنه كمان الأهل يكونوا متابعين هذا الموضوع فيه للأسف أهل بشجعوا 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 الأساتذة إذا دع أحكي شو أسباب العنف ليش إنه الأسرة بتعنيف ليش المدرسة الأساتذة اللي معلمين بيعنفوا لإنه في معتقدات خاطئة إنه عن طريق العنف إنه أنا بقدر أقدر أقدي بالولد ما أقدر أعدل سلوكا وهيك بتربى هلا الأب في البيت أو الأم اللي بمارس العنف بيكونوا بيقامنوا إنه هذا التربية الصح فيش أسلوب تاني ما في وسيلة تانية وخاصة إنه كمان نكونوا متر ما قلت هي معتقدات راسخة من الموروث الثقافي إنه هيك كانوا مثلا جدادنا أو كانوا معلمينا في المدرسة وعشان هيك تربونا وهيك بتأدبوا الولاد وهيك بتأدبوا صحيح وهذا إيش المطلق الصحوة كإنه بالضبط هاي معتقدات الموروثة طبعا هي معتقدات الخاطئة وكمان فيه حب السيطرة إنه أنا أطفالي أولادي ملكي عندهم حب التملك حب السيطرة وأنا زي ما بدي بدي أسوي فيهم أنا هيك دا أربيهم فهي كمان هي يعني خاطئة ندخل بمشكلة هلا أنا دايما بيجوني الأهل ويسألوا بقولوا لهذا هو الأسلوب إحنا تربينا هيك هلا دايما بحكي شو الهدف يعني شو الهدف إنه تدرب أنا هدفي إنه يرد علي ويتجاوب يما أطلب منه إشي بدي إياه يدرس يلا قوم أدرس بهذا الأسلوب هلا أنا بحكي له طيب وبتلاقي نتيجة طبعا بلاقي نتيجة بس بشكل آني لأن الطفل بخاف أو ممكن يرد على الأهل بس لاحقا بولد العنادة بولد الرفض بولد يفقد المحبة كمان يعني يفقد المحبة وثقته بنفسه ويقره الأهل ويقره الدراسة ويقره الدراسة ويقره الدراسة وما برد ما بيستجيب يعني ممكن يوصل من الطفولة المبكر بخاف وممكن يرد بس لو يوصل مرحلة المراهق ويصير تمرد اللي ما في سيطرة عليها عشان هيك بحكي أنه فيه أساليب تانية للأهل وكمان فيه سبب كثير مهم أذكره أنه أسباب العنف أو الأهل بمارس العنف أو الأب العنيف تجاه ولاده هو بحث ذاته تعرض للعنف بتربيته وتنشئته يعني دايماً منقول أن الشخص العنيف هو شخص مريض مش مريض من ناحية جسدية مريض من ناحية نفسية لأنه هو نشأ في بيئة كمان أو بأسرة ما فيها لغة الحوار والنقاش ما فيها الحب ما فيها الانسجام عشان هيك كمان ولدت العنف لأنه قلنا التفل اللي بتعرض للعنف هو كمان بصير عنيف وعدواني صحيح سيدة سوزان مظبوط أنه الناس كمان بتلجأ للعنف باعتبار أنه هو طريقة الأسهل يعني لأنها هي ما بدها تدخل في قصة الحوار والنقاش وبيعتبره كمان أني قعدة ناقش أو أحاور طفل لا هو مش رح يستوعب أو مثلا حتى أساليب التحفيز أو مثلا أنه يكون أفكار إيجابية أنه هي كمان بدها ثقافة يعني بحد ذاتها هي كمان لازم تكون ثقافة للأسف هي إحنا عم نستعيد عنها بثقافة العنف اللي هي الأسهل والأسرع والمتاحة يعني سواء في المدرسة أو في البيت عشان هيك كمان من أسباب العنف زي ما حكينا أنه الحرمان دائما بيجون الأهل أهم شيء أنه أهم شيء أنه أهل يتعلجوا أنه يلاقي طرق بديلة غير العنف لأنه كمان في الدغوطات إذا الأهل بتعرضوا لدغوطات خلينا نحكم دغوطات الحياة دغوطات المادية دغوطات العمل ومش عمالهم بفرغوها بطريقة صح بفرغوها على أولادهم فداما يوم يجوني أنا باستشارة فبتكون الأم أو الأب كثير مضغوط أو كثير مشحون فداما نعطيهم طرق بديلة إنه مش المحل الصح إنه تفرغوا هاي الطاقة السلبية بولادكم كثير مهم نتعلم على طرق بديلة خاصة كأهل عشان يقدروا يعتوا لأولادهم مش سهل إنه يعتوا لأولادهم عشان هيك بلجأوا إنه خلص أسهل إشي إني أضرب الولاد كمان الأستاذ مش قادر سيطر على الصف مش لقي طريقة بفكر وبآمن إنه إذا أنا مساكة العصاي أو البربيج أو رح يخوف ويخوف البقية همم آه ممكن يخافوا حسب خبرتي بدخل صفوف بشوف ممكن يخافوا بس بكون آني جدا بس مش رادع يعني يوم ما أنا أرغب ابني بالتدريس يكون ما هو ترغيب مش ترهيب وكمان كل هاي لما حكينا عن الآثار يعني متل ما قلتي إنه لما نفحص الآثار على الأطفال مثلا ممكن يكون خجول ممكن يكون منطوي منعزل يمارس العنف على الآخرين لكن حتى هاي الأثار تستمر مع الشخص لما بيكبر بيصير إنسان غير قادر على التعبير عن رأيه على سبيل المثال لأنه بيخاف أو بتردد وكمان ممكن يكون شخص عدواني يمارس العنف يعني قديش ممكن الأثار هيتنسحب من الطفولة للإنسان لما بيكبر طبعا إحنا دايما منقول فيه علاج وفيه أمل بغض النظر إمتى يوصل أكيد إحنا دايما منعطي توعية ووقاية منعمل محاضرات على الآثار النفسية للأطفال بتعرضوا للعنف خاصة للأهل وفعلا بغيروا حسب خبرتي وتجربتي يوم ما نعمل محاضرات وخاصة يوم ما نركز على الآثار النفسية الأهل لا بغيروا بس طبعا بدها فترة مش سهلة ويوم ما نشتغل مع الأطفال كمان بتغير هنا نشتغل على التنين على الأهل والأطفال وفعلا بتغير بوصل مرحلة إذا اشتغلنا بشكل صح كأخصائيين نفسيين لأ إنه بتغير بس بدها فترة نعم سيدة سوزان في نقطة مهمة ليه كمان لوم الطفل يعني تحميله مسؤولية إنه لأنك إنت مثلا ما بتسمع الكلام أو لأنك إنت ما بترد أو إنك إنت مشاغل فإنت عشان هيك انضربت قديش هذا كمان بيأثر على نفسيته إنه هو بيصير يعني يتقبل فكرة إني أنا بندرب عشان أنا بعمل هيك يعني أنا بستاهل هذا الشيء طبعا هي بتأثر على تطور الطفل إنه العنف والضرب والكتر اللوم والتعنيف طبعا وبأثر على تطور شخصيات الطفل وزي ما حكينا ما عنده ثقة هلا أي خطأ يعني بصدر من الطفل طب ما هو فيه فيه عقاب شو العقاب بعيد عن الضرب ممكن أحرم الطفل عن إش بحبه مثلا ما في اليوم إلك هاي اللعبة اللي أنت بتحبه لأنك سويتها فيه دخلنا إيش الحوار دائما أنا بسميه الحوار الذاتي إنه يحاور الطفل ذاتيا أنا ليش أنا خطئت عشان ما يتكرر يومين ضرب الطفل ما بعرف ليش ونضرب طب أنا مش عارف ليش سويت أنا ما نشحت بهذا الامتحان بهذا الاختبار أنا ضربت أخوي الصغير إلى آخره ما دخلنا الحوار لا إنه فيه أخطأ طب الطفل بخطأ بس كتير مهم تدخلنا يكون سليم ولازم يكون فيه نقاش حوار عشان إيش الطفل يعرف أين خطأه نعم آخر نقطة بس نحكي فيها سيدنا سوزان عشان تعوقنا ليه كمان مسئولية المجتمعية تجاه هذا الموضوع يعني سواء في قصة أيهم قزمار أو غيرها إنه للأسف يعني شفتي قداش الضجر اللي صارت كمان وردود الفعل اللي من المجتمع اللي كان مصدوم بمثل هاي القصة لكن كمان إحنا علينا مسئولية بمعنى إنه كمان الأهل الأقرباء الجيران اللي كانوا عارفين إنه فيه أطفال في هذا البيت لكن ما بيشوفوهم ما بروحوا على المدرسة أو بيعرفوا إنه مرت الأب تضربهم ليه ما يكون فيه مسئولية مجتمعية تجاه إنه رفض هذا الموضوع مش بس بعد ما يعني خسر ضحية نقول إنه هذا الحكي غلاط وإنتوا مجرمين وإنتوا هذا طب ما إحنا كمان متحمل مسئولية لأنه إحنا ما بلغنا أو إحنا ما روحنا على أي مؤسسة مشاركين أي شخص بسكت عن طفل ويعرف إنه تعرض للإهمال أو العنف أنا بسميه مشاركين في الجريمة فاللي صار للطفل أيهم واللي سكت وكانوا في أقرباء بعرفوا شو اللي بصير جوا العيلة وسكتوا أخذوا دور الساكت أو المتفرج أنا بسميه هو شريك بهاي الجريمة لأنه لا لازم نعمل لازم نعمل توعية إنه هذا طبال مش ملك لأي حدا طبال بستحق الحياة فلازم ندخل لازم ننجي من هذا الدستور وهي كمان متل ما ذكرت في البداية جزء من الموروثات الثقافية اللي بتعطي الحق للأب بإنه يضرب ويربي لهاي الدرجة لدرجة إنه الأب ضرب الولد وصار معه نزيف وفقدنا للأسف نتمنى تكون هذه آخر حالة ممكن نسمعنا في هذا الموضوع إن شاء الله طبعا وكل شكرا لوجودك معنا شكرا لكم أهلا وسهلا فيكي شكرا لكم كمان أهلا مش هل ينتقل إلى محطة هل تعلم؟